احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانين بقضاديس عامة مختلف المناطق اللبنانية فيما ترأس بطيرق انطاقيا وسائر المشرق لطائفة الروم الارتودوكس يحنى العاشر اليازجي قداسا وزياح في دير البلمند موجها نداء بسبع لغات يؤكد رفض العنف بكل أشكاله كما تطرق إلى الأحداث المرافقة للأزمة السورية وأبرزها خطف المترانين في حلب نحن نرفض هذا الواقع وندينه كما أننا لا نخاف من يتخذ من العنف سبيلا لأننا أبناء القيامة أن نقتل أو أن نخطف أو أن تهدم مؤسساتنا ذلك أمر لن يقلل من عزيمتنا بالتمسك بمواطنيتنا والعيش المشترك والتشبث بأرضنا والمطالبة بالحق والعدالة في ربوعنا في مترانية بيروت ترأس متروبوليت بيروت وتوابعهما للروم الأرتوديكس المتران ليسعوده قداس الشعانين مشددا في عيضته على أن خطف أي أنسان وحجز حرياته أمر مرفوض لأن الرب خلقنا أحرارا فكيف إذا كان المخطوف متران؟ اشتركوا في القناة